طبيعة الرياضات والألعاب رياضية اللي احنا اخترناها مش ألعاب رياضية زي ما احنا شايفينها بالوضع الحالي لألعاب زي الهندبول والفولي وكرت القدم لا احنا بنبعد بشكل كبير جدا لأنواع تاني خالص بتتطبق فيه في كندا وفي أمريكا وفي دول أوروبا وآسيا العاب بتناسب كل الحالات الصحية الخاصة بكبار السن سواء كان شخص مثل الدكتور يعني مثلا في ألعاب أنا كنت يعني فيه فيديوهات موجودة ممكن لو تم عرضها في الإعداد فيه لعبة اسمها شيف البورد لعبة اسمها بيكل بول لعبة اسمها ديسك جولف ديسك جولف مثلا على سبيل المثال زي الجولف لكن بتتلعب بأرس أرس وزنه 250 جرام وهدف حديدي بيتحط على مسافات معينة وبيبدأ الشخص بإطلاق الأرس بحيث أنه يوصل للهدف ده بيوصل ممكن صعب من المرة الأولى ممكن من المرة التانية والتالتة ودي مجرد أن هي بس مجرد أنها بيحرك الزراعين وبيتحرك ما بين الأهداف الحديدية في المساحة الخاصة باللعب فيه لعبة اسمها شيف البورد دي بتلعب بمضرب من وضع الوقوف مجرد أنه بيحرك أرس مجموعة أرس على الأرض المسافة معينة الألعاب بسيطة جدا بتناسب كل الحالات الصحية حتى لو الشخص جليس على كرسي يقدر أيضا يمارس الرياضة من ضمن الألعاب برضو اللي ضفناها اللي هي الجيمز الإلكتروني عن طريق الوي جيم ممكن بنعمل أكتر من لعبة الإلكترونية بيحرك فيها كبير السن الزراعين الرجلين حتى لو من وضع الجلوس يقدر يمارس فالألعاب حتى محفزة لغير الممارسين كيف ممكن يشترك الشخص في هذه المبادرة بحيث أنه يعني يستطيع استخدام كل هذه المميزات إحنا الهدف الأسماع للمبادرة الغاية زي ما يقوله مش الهدف الغاية مجتمع لفوق ستين سنة أكثر صفحة دي الغاية بتاعتنا الأهداف بتاعتنا الأولية أن إحنا نأسس التحادات رياضية نوعية التحادات رياضية نوعية لفوق ستين سنة في كل دولة عربية يكون فيه التحاد وبالفعل إحنا خدنا خطوات كبيرة جدا بدأنا من مصر المبادرة وهي مبادرة عربية ولاست مصرية فقط وإحنا على أعتاب بتأسيس التحاد المصري ليرادة كبار السن في المملكة العربية السعودية أيضا بنتحرك بشكل كبير جدا وأستثمر الفرصة أن أشكر نادي الباطن الرياضي خاصة رئيس مجلس الإدارة وأيضا مدير علاقات العامة والمعني بملف المسؤولية المجتمعية بحرصهم الشديد على تفعيل هذه المبادرة في محافظة حفر الباطن وأيضا في المملكة العربية السعودية بحيث أنه أيضا يكون فيه اتحاد سعودي للرياضة تفوق 60 سنة وأيضا فيه دول عربية كتير بدأت تتحرك معنا في المبادرة المبادرة بقى لها جمهور كبير جدا عن مستوى الوطن العرب طيب دكتور نحن تكلمنا على أنه الآن بإمكان الجميع أنه يمارس الرياضة وانت ذكرت أنه فيه طبعا بعض أنواع الرياضات التي تكون مناسبة لكل الحالات المفهوم أني أبدأ أسس نفسي أستمر بالرياضة أنه في حال كبرت في السن حتكون حالتي مختلفة إذا ما كنت طبعا ما أمارس الرياضة أكيد إحنا الهدف الرياضة تبقى أسلوب حياة وعشان الرياضة تبقى أسلوب حياة إحنا لازم بنعمل لتفعيل أهداف المبادرة بالفعل فيه فوق 60 سنة بيمرسوا الرياضة على المستوى الوطني بيمرسوا الرياضة بشكل ذاتي لرياضة لصحتهم لكن إحنا عايزين نقنن الموضوع الموضوع محتاج أن أنا مش بمارس لمدة يوم أو بمارس في مناسبة معينة أنا محتاج أن أنا أمارس بشكل مستمر محتاج أن يكون فيه منافسات رياضية لفوق 60 سنة من خلال دوريات وبطولات منظمة سنويا محتاج أن يكون كمان فيه اتحادات عشان أقدر أعمل التجمعات العربية بعد كده ممكن أخرج للمنافسات الدولية اللي شغالها من أكثر من 30 سنة شغالين منافسات على مستوى الدولي على مستوى العالم فعشان كده إحنا عندنا الحمد لله دعم كبير جدا من الدعم الدولي من بعض المنظمات الأوروبية لأن لما تشافوا الفكرة قالوا أن إحنا فعلا محتاجين أن الوطن العرب وشاركة وأوسط تبدأ فيه مبادرة زي دي لأن فعلا مش موجودة من سنين طويلة بسبب الشركة الدكتور يمكن إحنا في برنامج اليوم استضفنا أكثر من رحال من كبار السن ينتقلوا من مدينة لمكان آخر ألاف الكيلو مترات يعني أعتقد أنه مجتمعنا فكرة أن الرياضة والصحة صار فيها وعي أكبر منذ قبل خليل شوي نتكلم عن أهمية الرياضة في الصحة مش فقط البدنية أيضا نفسية بالفعل حقيقي يعني جبت حاجة مهمة جدا جدا أنا تبعت الفعاليات الحقيقة بتقول عليها فعلا وتشوفت فيديوهات لرحالة حتى من فوق خمسين وفوق وأكتر من المراحل العمرية دي الرياضة هي مكملة لكل النواحي الخاصة بالجسم الجسم مش بس بدن لا في الجزء النفسي الجزء الاجتماعي خلينا أقول إن كبار السن فوق ستين سنة اللي بعد ما بيفقد وظيفته يعني في فترة المعاش وبالتالي بيفقد جزء كبير جدا جدا من علاقاته الاجتماعية في العمل وأيضا بيأثر عليه بشكل من الناحية النفسية أنه فقد عمله وممكن بيفكر أنه يفضل قاعد في البيت فترات طويلة وبالتالي الرياضة بكلها دور أن هي بتعمل اندماج آخر لكبير السن في مجتمع جديد بيكون علاقات اجتماعية جديدة بيتفاعل مع أشخاص آخرين بيعزز ثقته في نفسه أنه بيمارس وبينافس وبيكسب وبيخسر كل ده بيعزز ثقته بنفسه أنه لسه موجود وبالتالي بتأثر بشكل إيجابي على الناحية النفسية والاجتماعية لكبير السن